القياس المساحة والحجم الدرس الأول هو مساحات الإشكال المركبة ونتعرف في البداية ما هو الشكل المركب الشكل المركب هو الذي يتكون من شكلين أو أكثر مركبين سويا مثل هذا الشكل انظر مكون من متوارد متوازي أضلاع مع مستطيل وأيضا هذا الشكل كو من مربع ونصف دائر إذن هذه الأشكال المركبة كيف نحسب مساحاتها نقسمها إلى الأشكالها الأولية ثم نأتي بمساحة كل شكل على حذى ثم نجمعهم قبل أن نحسب مساحة الأشكال المركبة فلنراجع قوانين مساحات الأشكال المختلفة سنبدأ بالمتوازي الأضلاع ما مساحة متوازي الأضلاع اعتبرنا أن هذه هي القاعدة في متوازي الأضلاع وأن هذا هو الارتفاع إذن مساحة متوازي الأضلاع ستساوي طول القاعدة في الارتفاع فما لنأخذ المثلث هذا المثلث مساحته ستكون نصف طول القاعدة في الارتفاع ثم شبه المنحرف في شبه المنحرف المساحة ستكون نصف في الارتفاع ثم نجمع القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية قاعدة الأولى هي القاعدة هذه الأكبر قاعدة الثانية هي القاعدة الأصغر ولدينا أيضا مساحة الدائرة والتي ستكون مساحتها العدد الطبيعي طاء أو باي في نصف القطر تربي ولنأخذ مثالا على إيجاد مساحة شكل مركب فلنوجد مساحة هذا الشكل هذا شكل مركب هذا مثلث وهذه نصف دائرة إذن فلنحسب مساحة المثلث أولا مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع نطبق هنا نصف قاعدة هذا المثلث هي 11 وارتفاع هذا المثلث انظر هذا هو القائم 6 أمتار إذا حسبناها سنحصل على 33 ومن الوحدة هنا ضربنا متر في متر إذن متر تربي ثم نحسب مساحة نصف الدائرة مساحة الدائرة كاملة طاء في نق في نصف القطر تربيع إذن نصف الدائرة ستكون نصف في طاء في نصف القطر منظر هذه الدائرة قطرها كامل 6 أمتار إذن نصف القطر نصف القطر من المركز إلى الدائرة سيكون 3 أمتار طبعا لا ننسى التربيع إذا حسبناها سنحصل على 14.1 متر تربيع إذن مساحة الشكل كاملا سيكون مساحة المثلث زائد مساحة نصف الدائرة إذن 33 زائد 14.1 والناتد 47.1 متر مربع الدرس الثاني هو الأشكال الثلاثية الأبعاد قبل أن نبدأ في دراسة الأشكال الثلاثية الأبعاد فلندرس حالات تقاطع المستويات فالمستويات قد تتقاطع في مستقيم بهذا الشكل فإذا نظرنا هذا اللون الأخضر مستوى وهذا الأزرق مستوى والأصفر أيضا مستوى وتقاطعوا في هذا المستقيم وقد تتقاطع المستويات في نقطة مثل هذا الشكل هذا مستوى وهذا المستوى تقاطعه في مستقيم لكن المستوى الأصفر قاطعهم بهذه الطريقة فتقاطع الثلاثة جميعا في نقطة واحدة هذه هي وقد تكون المستوى متوازية بهذه الطريقة فلا تتقاطع هذه مستوى متوازية لا تتقاطع وقد تتقاطع المستويات في شكل نسميه متعدد السطوح وهو هذا الشكل ففي هذا الشكل تقاطعت المستويات وتكون هذا المكعب أو الذي نسميه متعدد السطوح وكل سطح نسميه وجه فهذا الجانب مثلا نسميه وجه وهذا الحد نسميه حرف وهذه النقطة نسميها رأس وإذا رسمنا خطا مستقيما من هذا الرأس إلى هذا الرأس هذا الرأس في الداخل وهذا الرأس في الأمام هذا الخط المستقيم نسميه قطر وإذا لاحظنا أن هذا مستوى واحد في هذا المستقيم سين صاد يوازي هذا المستقيم لام واو وهذا المستقيم صاد لام يوازي سين واو وهكذا حتى هذا الوجه عبارة عن مستوى وهذا أيضا مستوى وهكذا ولكن ماذا عن المستقيم عن سين صاد ولام عين هذان المستقيمان ليس في مستوى واحد ولا يتقاطعان أيضا إذا مددنا هذا المستقيم عين لام وهذا المستقيم سين صاد نجدهم لا يتقاطعون أبدا وفي نفس الوقت لا يقعون في مستوى واحد لا نستطيع رسم مستوى يجمع هذين المستقيمين إذن هذين المستقيمان لام عين والسين صاد نسميهم مستقيمان متخالفان ومن الأشكال الثلاثية الأبعاد التي تنتج عن تقاطع المستويات المنشور وكما درسناه سابقا منشور له قاعدتان تكونان من أي مضلة قد تكون القاعدتان مثلث أو خماسي أو سداسي وما إلى ذلك وجوانبه تكون متوازيات أضلاء ومن الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضا الهرم والهرم ينتج أيضا من تقاطع المستويات وفرق بين الهرم والمنشور أن الهرم له قاعدة واحدة فقط وأن جوانبه مثلثات قاعدته قد تكون أي مضلة قد تكون مربع مثلث خماسي وما إلى ذلك لكن جوانبه تكون دائما مثلثات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر